تتواصل الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع من أجل استقرار وأمن المنطقة يؤكد الموقف المصري على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والرفض التام والقاطع للنقل الجبري الفردي أو الجماعي وتهجير القصري للفلسطينيين من أراضيهم استقرار وأمن المنطقة هو الهدف الأساسي للتحركات والجهود المصرية والتي تتواصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والسعي لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بالشكل الكافي لإعاشة أكثر من مليونين وثلاثمات ألف نسمة يعيشون في أوضاع إنسانية كارثية في القطاع تطورات الأوضاع على المستويين الدولي والإقليمي وخاصة التصعيد المستمر في المنطقة على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تؤكد على رؤية القاهرة في ضرورة وقف إطلاق النار في غزة لنزع فتيل التوتر في المنطقة وتجنب إذكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمية الدور المصري في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط يواصل العمل على التنسيق المشترك عالمياً لتعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي خاصة وأن دور مصر مشهود له عالمياً على المصارين السياسي والإنسانية تطور الأوضاع في قطاع غزة يتطلب أن يطلع المجتمع الدولي بمسؤوليته نحو تنفيذ القرارات الأممية وإنهاء أزمة الشعب الفلسطيني في القطاع والعمل على إلزام الجانب الإسرائيلي بالقوانين الدولية والإنسانية لإنفاذ المساعدات إلى غزة اتساقاً مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلاة وفي هذا الإطار تستمر مصر في تحمل المسؤولية التاريخية والإنسانية في التصدي لحجد واستقبال وتجميع المساعدات الإنسانية من جميع أنحاء العالم ثم بذل الجهود اللازمة للتغلب على العقبات والتعقيدات أمام إيصال تلك المساعدات بتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة وكذلك المجتمع الدولي إلى أهالي غزة وذلك بالإضافة إلى المساعدات المصرية المقدمة من مصر حكومة وشعباً والتي تمثل الأغلبية العظمى لما يتم تقديمه من إجمالي المساعدات مع تأكيد ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الصدد لإدخال المساعدات إلى غزة الموقف المصري يؤكد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والرفض التهم والقاطع للنقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القصري للفلسطينيين من أرضهم كما أن أمنى واستقرار المنطقة لن يتحقق إلا بالتسوية العادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر